السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم. انا اخوتي في هذا فيديو جديد وعلى فيديو دائما عن تتكلم عن المقابلة المحتملة التي كانت بين المنتخب المغربي والمنتخب الألماني. هذه المقابلة المحتملة اجراؤها في احد الاوقات لان الان رجعت المنتخب الوطني بالزفد منتخبات كبيرة. الطلب ان النوم يلاعبوا مع متخب الاطلس. لان متخب قسم والنصف النهاية المنضيال وهذه مستهلها. والمزحة المتخبات الكبير عملها كان متخب الاسباني. كان من drying�대 المني في نسخة الاخرة بقه السلعال التلات. كان من متخب البرازيلي. كان من ايطالي اصلا متشكع يعني قه السلعان. بمشاع البرازيل. كانت رجعت اللي temu العالم. كل شيء من uni في عند النهاية. فالالماني في النسخة الاخيرة كان المنتخب البرازيلي كان المنتخب الايطالي اصلا متأشكاع عن قاس العالم كما بتصف تلك البرازيل اللي مصنفة كانت ليه الاولى في العالم ماخد رشتان نصف النهائي واخنا دخلنا مصنفين 22 في العالم وقدرنا نوصلوا للنصف النهائي اذا ما دخلنا اصلا تمورا الشاحي بشانت اهلوا تم المجموعة دينا اللي قنات نتكدم اصلا كندا والمتخب الكرواتيه والمتخب البرجيقي لكن بعد التعادل مع كرواتيا بصيفر لي مثل معه اداء متوسط بدأت المسيرة الكبيرة في مقابلة برجي قلي قدرنا نفوز بهاي حصة هدفين نظيفين بعد رفض هدف الاول لحكيب زياش اتى لهدف الاول عن طريق اللاعب غالم سايس في الشوط الثاني بعد دخول عبد الحامد الصابري غالم سايس جاب الهدف الاول طبيعة الحال واكمل زكريا بخلال الهدف الثاني باش تفوز المغرب على كندا بجوج ديال الاهداف مقابل لا شيء صحراحة فوز جميل جدا فوز فوز مقنع للجماهير المغربي ان تفوج على المنتخب البرجيقي بجوج ديال الاهداف مقابل لا شيء في المقابلة الثالثة امام المنتخب الكندادي قدر المنتخب الوطني المغريبي ان يحوز المنتخب الكندادي بحصة هدفين لهدف وهي كانت مقابلة الاسهل على الورق ولكن في الميدان كانت مقابلة صعبة اقدر كذلك حكيم زياش وهيشف فيه ي harmful تقيقة رابعة ويوسف النصيري ضعف الهدف الثاني للمنزخب الوطني مع رفض الهدف يوسف النصيري ونيف اقريت شجر الهدف عن نفسه وفوز المنزخب الوطني المغربي على المنزخب الكندي بحصة هدفين لهدف ليطلع الى النقطة السابعة السابعة نقاط مهم رجعون هاد الفيديو ودك سعر جعون هاد المسيرة للمغربي في كأس العالم لائحة الاحتياطية للمنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الالماني في هذه المقابلة في الحراسة المرمى هناك مهدي بن عبيد عنده 25 عام وكاللعب في الفتح الرباطي هو اللي يقدر يكون احتياطي طبيعا بجعل الموضوع بعد تآولنا الى دور السومنية واجهنا المنتخب الاسباني في مواجهة هنارية المنتخب الاسباني ضغط علينا ضغط كبير صراحة لا ماتلة له ضغط واحد ضغط وكاللعب في المنتخب الوطني المغربي كيف تحمل ذلك الضغط لا نعرف قدرنا ندخل المنتخب الاسباني في الشك اننا من يتعدلنا معه في الوقت الاصلي 90 دقيقة بالصيفر اللي يمتلي ودخلناها الاشواط الايضافية مع تضيع عدة فرص للمنتخب الاسباني وكذلك بعد فرص للمنتخب الاسباني وكذلك بعد الفرص للمنتخب المغربي كندن وحدة دولية شديرة وكالسف ولكن للأسف ما قدرناش اننا نشجلوه دربات الترجيحية دربات الترجيحية عرفت صراحة عرفت حارس صراحة حارس كبير وكبير بزاف اللي وياسين بونو حارس ايش فيديا الاسباني اللي كان صراحة نحن نشدد بعادية تسديدات طبيعة الحال نرجع اللاعبين اللي شدوا دربات الززاء نمشيون اللائحة الاحتياطية امام المنتخب الالماني يقدر يكون كذلك غالم سايس اللاعب البطولة التركية اللي عنده 32 عام ما يلاعبش اساسي ويمكن يكون احتياطي الرجعوه سدد كان عبد الحاميد الصابري طبيعة الحال يشجل كذلك اشرف حاكيمي بدوره كان شجل كان ضياء ضربة ززاء ضربة ززاء واحد اللاعب الاخرين كان حاكم زياش كان شجل اذا حاكم زياش لاعب اشرف حاكيمي ولاعب عبد الحاميد الصابري الثلاثة وكان ضربة ضياء ضربة ززاء مع التضياء للمنتخب الاسباني ثلاث ضربة ززاء كان ضربة ززاء وجوز صدهم الحالة ياسين بونو في المستوى الكبير في ذلك اللقاء هذه النتيجة خلتنا نمرون الربع النهائي بس نواجهه مواجهة نارية المنتخب البرتوغالي اللي كنا نسأل له بعد الكريدي لانه تغلب عليناه في المنضيل الروسي بحسة هدف لصغر هدف كريستيانو رولاندو اذا هدف المواجهة النارية اللي كانت جمعناه في المنتخب الالمانيا رجعوا الى الان ومن بعدها رجعوا الى المسيرة للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم 2022 كذلك ممكن جبروا على مقاعد الاحتياط اللي هو جواد الياميق جواد الياميق 30 سنة في بلد الوليد الاسباني كان باديل ناجح صراحة في المنضيل للقاطر كان واحد الباديل لا في اللقاءات اللي لعبنا صراحة كان باديل ناجح وناجح بزاف صراحة التعديل الموضوع واحد لنا في دورة الربع النهائي يجب believed اذا كان من الفيديان والذي تع示 مغربي هو اللعب الفيديان وهذا لده من الفيديو للإسبياني لليس أنه في بلد جد واحد عشرت بلد أفضل كانوا يعتمون باللاعب كريستيانو روراندو الذي كان يبقى على مقاعد الإحصيات في الشوط الأول كما عرفنا أن الجواد الأميق الذي لديه 30 عام كلاعب في بلد والد الإسباني يمكن أن يكون بادي النجاح كالكفادة الليقة الألمانية عارج على الموضوع دينا كما انتهى الشوط الأول يتعدل صفر المثلة مع المنتخب البرتغالي قدر المنتخب المغربي يدخل بالنواية نفس الشوط الثاني ويكون تكافؤ في اللقاء مع تضيع بعض الفرص من الجانبين ولكن المنتخب المغربي صراحة كانت عنه ثقة كبيرة في نفسه رجعوا للموضوع الثاني للقاء المغربي مع ألمانيا اللي ومحتمله الرائح الاحتياطية وممكن يعلوا تلعب الويداد البيضاوي كذلك الجانح الأيمن جبروا على مقاعد الاحتياط رجعوا اللقاء اللي كان ضار بين المغرب و البرتغال قدرنا نجاري واللقاء طبيعة الحال سجلوا هدف كنظفي لا له لاعب المتكون المغربي تعرض بزف الانتقادات ولكن لاعب المسمع بتات انتقادات والطلع عن كأس العالم اذا بعد تجرينا هدف ضغط المتخب البرتغالي شيئا ما مشي دي الضغط اللي كنا كنا نتاضر الضغط الكبير كان دن كريستيانه كان على مقاعد الاحسيات والتخال ولكن حنا قطلنا نشد جميع المنافذ ونخرجنا بالنتيجة المقابلة اللي صنافية بإصابة اللعب يوسفا طبيعا الحال وقدرنا اننا نتأهل ندور نصف النهائي اللي كانت الصدمة هناك ورجعوا للموضوع دينا المقابلة المغرب والالمانيا المقابلة المحتملة واللائحة الاحتياطية ممكن سليم أم الله لعب بلد وليد إسباني انجبره على مقاعد الاحتياط لأن الإيصابة اللي انهات الموسم ديناه ممكن تأثر عليه وتبقى مأثر عليه ممكن الآن انجبره على مقاعد الاحتياط نتأهلنا الى نصف النهائي باش علاقوا منتخب الفرنسي في هذا اللقاء الصعب جدا كانت لدينا غياب نايف اكرد كان غياب مؤثر والمزروي لاعب وهو مصاب سايس لاعب وهو مصاب كوحكيمي مجهود كبير كان بساف دي الإجهاد بس اللعب ذلك للقاء أمام المنتخب الفرنسي للأسف وكان الهدف الأول في الدقيقة السادس على ما أظن دي المنتخب الفرنسي يأثر كثيرا هذا الهدف هذا على المنتخب المغربي في المواصلة المسيرة الكوروية ديالو للأسف هذا الهدف أثر عليه بزائب بزائب على المنتخب المغربي الهدف اللي كان تشجل الرجوع للموضوع دي المغربي ألماني وتكسع الرجوع عن سينفو المسيرة للمغربي هناك عمرا اللوزا لاعب بطولة يزيدها بقسم أول ممكن يكون كذلك على مقاعد إحتيات اللعب اللي نادع لي وليد ريقراجي فجوج مقابلة الأخيرة الودية إذا كذلك عمرا اللوزا ممكن يكون رجوع للموضوع ديالو بعد تشجيل المنتخب الفرنسي لههدف شيئا ما نضغطنا شراحة لعبنا كورة مزيانة لعبنا حسن بزاف المنتخب الفرنسي ولكن كان ظلم تحكيمي كثير 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 لأن للأسف الشديد الحاكم سؤولنا جوج ضربة الزازق من السليم أملاح وأما الواضحة يتسوفيان بوفال ضربة الزازق واضحة جدا ولكن للأسف الحاكم لم يصفر عليها بثاثا وضعنا في جوج ضربة الزازق في ديال المقابلة الرائعة صراحة مع المنتخب الفرنسي للأسف وكما تعملت الشوط الأول بهاهدف مع خروص سايس كذلك من اللقاء للأسف مدرب وغير شيئا ولكن للأسف كان منجحا بدك التغييرات اللي كان نعمل في الشوط الثاني تخل المنتخب الوطني الغد صراحة جاءت فرصة الحمد لله من أجل ولكن للأسف جاء الهدف الثاني وفاجس فرنسا في ديال المقابلة بجوج ديال الهدف مقابل لا شيء ممكن رجوع الموضوع مما بعد نمشي اللائحة وليت شديد اللاعب بارئ الإيطالي ممكن أن يكون كذلك على مقاعد احتياط فهذا المقابلة المحتاملة أمام المنتخب الألماني رجعوا ودك سعب قناة لقاء الترطيب فقط أمام المنتخب الكرواتي قدر المنتخب الكرواتي يشجل الهدف مع بداية المقابلة ممشانش الوقت كثير وعادلنا النتيجة عن طريق اللاعب بريس الفرنسيلي وأشرف داري لشنة ضربة رأسية جميلة جدا قدرنا نتعدله بحصة هدف لهدف ولكن جاء الهدف الثاني المنتخب الكرواتي مقابلة قدرنا أدأ شي شوية فيه ناقص شوية اقتر المنتخب الكرواتي يفوج بحصة جوج للاهدف مقابل هدف واحد ارجع للموضوع ديالنو مقابلة المغرب ألمانيا المقابلة المحتملة لائحة السبعة عناصر اللي قلت هدي اللائحة اللي ممكن اقرب انها تكون لها تكون الاحتياطية وهدف المقابلة المحتملة جدا جدا مع المنتخب الألماني شكرا لجميع الناس اللي عيتبيوا هذا الفيديو بارتاجي واخوتي القناة احمد سبب شكرا لجميع شكرا لجميع الناس اللي عيتبعوا هذا الفيديو ويعملوا بارتاج وكنا شكرا جميعا المترجم للقناة